السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل ملحق كتاب المواصر لأنجليزية لأصف الأول السنوي إلى مدرسية 20-24 الترميلة إن شاء الله نحل امتحان محافظة الدقهلية صفحة 56 سالأول منزل صديقي في منطقة منعزلة مراد في كلمة هي كلمة هي كلمة الإجابة letter A والإجابة letter D بعيدة باكة إن شاء الله صفحة 57 السؤال الثاني للاسف أو لسوء الحظ اتنين من زملائنا تم ترضهم الأسبوع الماضي أو رفضهم من العمل عكس كلمة كلمة فاير كلمة فاير هنا معناها يرفض هي كلمة يوظف الإجابة letter C وكلمة تيكون الإجابة letter B يبقى B و C بإذن الله باكة إن شاء الله السؤال السالس ذا ويردس داين ودفاين كلمة داين وفاين اللي تنم مع بعض إيه؟ رايم اللي هو فيه قافية فيها أو سجا يبقى يتقافى السؤال الرابع هل أنت خرجت الليلة الماضية ولا كنت مشغول هنا بيزي صفة فتحتك verb to be verb to be عندي or where was واستبدد بتكلم في الماضي اللي هو بتاخد where الإجابة letter C سؤال الخامس The email looked like it came from my bank هذا الإيميل يبدو أنه قادم من البنك but was an example of or it was an example of ولكنه مثال على phishing الإحتيال الإجابة letter A سؤال السادس Next week الإسبوع القادم we space research on agriculture هنعمل بحث على الزراع as decided كما قرر طالما فينا decided يبقى كده قرار باستخدم في verb to be زائد going to زائد فعل في الماضي ال we هتاخد or going to do الإجابة letter B بعد كده إن شاء الله السؤال السابع eco hotels are space friendly they had little effects on nature الفنادق البيئية تستخدم مواد صديقة للبيئة يبقى environmentally أو هي صديقة للبيئة هي تأثيرها ضئيل على الطبيعة لجابة letter A بعد كده السؤال السامن since she's space hard she will be promoted since هنا بمعنى لأنها مش بمعنى منذ هيجي بعدها هنا لاحظ كوملة التانية فيها will be مستقبل المستقبل مرتبط بالمضارع مدارع تمام مدارع تم مدارع بسيط مصدر و مدارع بسيط أخر حرف الاس she مش هتاخد هاف she بتاخد هاز فدي مستبع ده work فعل في المصدر و she بتاخد فعل وضف الاس في المدارع البسيط مستبع ده يبقى هناخد الإجابة letter D works بقى ان شاء الله سؤال التاسع 12 soldier wear sentence to life imprisonment for space 12 من الجنود تم إرسالهم للعيش في استجنك بسبب ايه بسبب الميوتيني اللي هي التمرد الإجابة letter A بعكد السؤال العاشر only space fans attend the because of coronavirus fans معجبين أخيرها حرف الاس في يوب تيجي معاها little قليل تيجي مع الاسم الغير معدود وماني مش هتنفعل المعنى لأن قليل منهم ذهب بسبب الكورونا فيروس يبقى الإجابة letter D هنا يبقى قليل ويكفي يبقى الإجابة letter B السؤال 11 dry crabs and peries are cold العنب المجفف وطوط المجفف بنسمي إيه بنسمي الإجابة letter B current بعكد السؤال 12 while space I was crying out of pain in hospital أثناء أنا كنت أبكي أو أصرخ من الألم في المستشفى examining أثناء أنا أكشف مثلا الكشف examined هنا في الماضي وbeing examined يستتم الكشف علي و examining هنا دي مش تنفى خالص لأن محتاج فاعل يبقى دي خلاص مستبعدة ويلي بيجي بعدها ماضي مستمر وهنا being examined يبقى بي مستبعدة لأن يكشف علي يبقى الفاعل مش موجود يبقى هنا كده كأنها مفعول يبقى ناخد اللي هو مبني المجهول في زمن الماضي المستمر بقى كده السؤال الثلاث تاشر بأي طرق أو كم هي الطرق المختلفة بين اي امريكي والمصري يبقى الثقافات الامريكية والمصرية يبقى الإجابة ثقافات بعد كده السؤال الاربع التاشر amazing have you finished your work اللحظ هنا have you finished كده have وتصريف ثلاث يبقى كده مضارعة تام ييت مضارعة تام تمام since مضارعة تام already معناها بالفعل ولكن هنا في amazing تعبر عن الدهشة في الدهشة باستخدم already الإجابة التي تردي بمعنا بالفعل السؤال الخمست في الغد الإجابة سؤال 16 هنا الشرطة لا تسمح بركن السيارات أمام قسم الشرطة اللاو جاي بعدها هيبقى جاي بعدها فعل مضاف لأين جي مباشرة باركينج اما لو في مفعول بجي في الإجابة التربية بقى كده ان شاء الله اقرأها وارجع اللا بباشر بقى ان شاء الله اسئلة صفحة 58 السؤال السبعة عشر هتبقى الإجابة اللي هو التصحر يعني إزالة منطقة وساعة من الأشجار السؤال التمنتاشر هتبقى الإجابة اللي تر بي ان كلمة او ضمير اتس معناها الاحتباس الحراري السؤال التاسع هتبقى الإجابة اللي تر سي ان العلماء بيوصوا بتقليل استخدام الوقود الحفري السؤال العشرين هتبقى إجابة لتر سي أن حرق الوقود يؤدي إلى الاحتباس الحراري اللي تزيطوه معناه يؤدي إلى بعد كده السؤال الواحد وعشرين هتبقى الإجابة لتر اي بمعنى بيئي السؤال الاتنين وعشرين هتبقى الإجابة لتر دي بمعنى أن الناس أو نواجه فعلاً أثار مدمرة لاحتباس الحراري الإجابة لتر دي السؤال التلاتة وعشرين هتبقى الإجابة لتر دي اللي هي بمعنى الأنشطة البشرية أفضل عنوان للفقرة هناك إن شاء الله الترجمة هنا المجتمع المتحضر ينبغي عليه أن يعامل كبار السن معاملة جيدة حتى لو كان مجتمع متعدد الثقافات اللي جاب بيه هنا المجتمع المتحضر يجب أن يراعي في تعامله الأعضاء الكدماء الأعضاء الكدماء لا كبار السن اللي هم كبار السن مش الأعضاء الكدماء بديه مستبعدة وحتى كلمة متعدد اللغات وهنا مالتي كاليتشرال اللي هي متعدد الثقافات برضو مش هتاني اللي ترسيب يجب على المجتمع المتحضر أن يعالج كبار السن جيدا رغم تعدد الثقافات تمام سبادي برضو المجتمع المتحضر هو الذي يجب عليه ان يتعامل مع صغار السن. لا صغار السن غلط. هو هنا الكبار السن يبقى هردو دي مستبعد. من الاجابة هتبقى يا اما اي اما سي المقارن بينه. هنا المجتمع المتحدر ينبغي عليه ان يعامل كبار السن معاملة جيدة. يجب على المجتمع المتحدر ان يعالج كبار السن جيدا. هنا هنا معناها يعالج او يتعامل بشكل جيد. طيب نكملها برضو. كبار السن معاملة جيدة. هنا يعالج كبار السن جيدا. حتى لو كان مشتمع متعدد الثقافات. رغم تعدد الثقافات. لا هنا معناها حتى. مش رغمها. يبقى هنا السياة تبقى مستبعدة ويبقى الاجابة ان شاء الله لطرق ايه? بقى ان شاء الله الترجمة من العربية الانجليزية انها مسئولية الوالدين ان يقوموا بتنوير الشباب بالاثار المدمرة لتناول المخدرات القاتلة. it's the parents responsibility to make the youth aware of the destructive effects of taking killing drugs. سبادية. parents are responsible for making the youth. يعني عدم المسئولية وهنا لك انها مسئولية برضو يتبقى مستبعدة. رقم دي. parents are responsible for making their children. children. هنا طفال. وهنا بيقولي الشباب اللي هي يوث. فبرضو هتبقى دي مستبعدة. ويبقى ان شاء الله الاجابة لطرق ايه. شكرا والسلام عليكم.